يا صباح امساء الجمال حسم انت بتتفرج امتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركو ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة النهاردة الموضوع مختلف تماما جهاز قوي جدا 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 BMW من شركة قوية جدا مش عايز عقود اقول جدا كتير مواصفات عبقرية فعلا تجربة مش هتلاقيها كتير واول مراجعة او تجربة في الوطن العربي للموبايل طيب انت عملت هري وتقولينا الوطن العربي وجامده جدا وكلام ده كله ليه عشان ما فيش لايك يعني اعمل ايه تاني كل يومين جهاز جديد بصوا مصر بينطلق منها حاجات مش موجودة في الوطن العربي كتير فاللايك بقى يعني اللايك دي اصلا بتبقى عاملة زي ايه زي برافو او كويس او شكرا او تعبير انت بتعمل ايه مش هقصيك اللايك السبسكريب فعل زراء الجرس يلا بين عايز اخد رأيكو في حاجة بس قبل ما نبدأ سريعة انا بشتغل بكامرتين دلوقتي وبحاول ان انا اكتشف كل ما في الجهاز معاكو ببقى شفتو قبل كده اه بس بحاول اديك انتباع ان انت اللي بتفتح الجهاز من الكارتونة عايز اعرف رأيكو هل انتو حابين الفكرة دي ولا حابين فكرة ان اما بنصور الجهاز كبير اقوله ونفتح الجهاز ويتصور ونعمل كل حاجة تفصيلا ولا ممكن يبقى فيديو كده وفيديو كده عايز اعرف رأيكو في النقطة دي لو سمحتوا ضروري سبولي رأيكو في الكومنتين طبعا شركة بي ام دابليو ما بتنتجش تليفونات بنفسها او ما بتنتجش تليفونات عموما شركة عربيات ولكن هي شركة من اقوى الشركات في العالم شركة بي ام دابليو الالمانية الفكرة ان بيتم اتحاد دايما بين شركات العربيات او بعض شركات العربيات مع شركات الموبايلات وبيبدأ يحط اللوجو بتاع العربية على الموبايل واحيانا بيلعب في تيم بتاع الموبايل شوية بيضيف لون خاص بالتاتش بتاع العربية جوه الموبايل وطبعا شركة قوية زي بي ام مش هتسيب اسمها يتحط على موبايل الا لو كان الموبايل ده جامد النهاردة معانا موبايل فيفو ايكو 7 موبايل من شركة فيفو الموبايل ده مش موجه للسوق المصري ومش هتلاقيه في سوق المصري والشركة مش هتجيبه طبعا ولكن شركة ايكو سريعا للي ما يعرفش هي الشركة اللي بتعمل اجهزة قوية ققيمة مقابل سعر بوضوح ساب براند من شركة فيفو يلا نبص كده على الموبايل ونشوف ايه الجديد او ايه الاختلاف في الموبايل ده وسعره الموبايل من الاصدارات الجديدة ل2021 ده اسم الشركة IQWO بيسموها ايكو او ايكو زي ما هتسميها بس هي شركة فيفو في النهاية مكتوب بعد كده بي ام دابليو بريميام بارتنر وعلامة الام بتاعة البي ام دابليو حطين على الكارتونة بالشكل اللي انت شايفه كده علامة بي ام دابليو صريحة وورا المواصفات طبعا باللغة الصيني لان دي نسخة صيني ولكن طبعا بتدعم لغة عربية وكل حاجة سريعا كده بقى ايه عشان انا متشوق جدا خلينا نفتح الموبايل كده مع بعض شكل الكارتونة بتاع الايكو هو نفس الشكل الطبيعي اللي هو بيبقى فيه تمويجة كده تحس ان الكارتونة كده عاملة حركة هي مش متنية هو شكلها كده هنلاقي بعد كده الظرف اللي بيجي فيه متعلقات الجهاز نشوف ايه هي اول حاجة حططط لك صورة عربية بي ام دابليو كاتب بي ام دابليو موترو سبورت والشكل بتاع العربية البي ام دابليو الواهمي ده شكل جامد بشكل جبار وشكل العربية من الجنبه ده ظاهر التعاون اللي بين الاتنين ان هي البي ام دابليو هنا كاتبة ايكو او اسم الشركة هنيجي بعد كده هنلاقي الاسم بتاع الجهاز وصورة تانية للعربية هيهرون صور العربية طبعا لان بي ام دابليو اسم كبير يضاف للموبايلات يعني بعد كده هنا برضو حطط على الظرف علامة البي ام دابليو اهيب الشكل ده وعامل اللوجو بتاع بي ام وكل حاجة هنلاقي بعد كده دبوس درج الشرايح والكاتالوجات الصيني هنلاقي بعد كده هنا الموبايل اهو ده الموبايل سيبنا منه دلوقتي بس نفتح الموبايل وحاجة لا مش حشوقكو شوية نشوف ايه اللي موجود تاني هنلاقي الجراب اللي هو جاي بشكل جراب قوي من البلاستيك البلاستيك المقوة عليه برضو بي ام دابليو موتور سبورت بريميام بورتنر او شريك غالي يعني ان بي ام دابليو غالية جدا هنجي بعد كده نلاقي الكابل بتاع الشحن اليو اس بي سي ومكتوب عليه حاجة هنشوفها من الشاحن التاني دلوقتي هنلاقي هنا شاحن عبارة عن قالب توب قالب توب شاحن تقيل جدا طب ايه السر بقى حاج محمد ان ده شاحن مش عارف هيبقى واضح عندكو ولا لا مكتوب مية وعشرين واط مكتوب هنا برضو اهو مية وعشرين واط وفلاشة شارجر اسم الشحن السريع بتاع فيبو وبس بعد كده خلاص خلصنا نشتيب الكارتون على جنب ونبدأ نشوف الموبايل اول حاجة هنلاحظها التيم الازرق او العلم او الخط اللي محتوط ده اللي ريليتد لي بي ام دابليو زي ما احنا شايفين اللي هو بيكون جنب علامة الموتورز بتاعة البي ام دابليو هنا هنلاقي مكتوب فاسي نيشن ميت انوفيشن يعني الجمال يقابل التطوير او الانبهار يعني جملة تدل على ان الجهاز مطور جدا فيه امكانياته وجميل جدا فيه شكل هنلاقي بعد كده الكاميرا اللي مشهورة بيها شركة فيبو عادي خالص اللي هما لتلات كاميرات اللي جوه مربع او جوه شبه مستطيل للموبايل بالشكل ده وبعد كده الشكل الفضي ده حيديلك ايحاء انه هو متل بس ده مش متل ده طبقة بلاستيك او طبقة حاجة خفيفة جدا على الحرف ده الشكل التصميم هنلاقيه تصميم بوكسي من فوق بيفكرني بجهاز شاومي المي فايف كان نفس الشكل ده فيه التصميم البوكسي ده اللي هو اللي تحس انه هو فريم نازل بحز قوي قوي كده وهنا برضو هنلاقي نفس الموضوع ومكتوب هنا الجملة اللي مكتوبة مكتوب دي والسبيكر لانه هو الموبايل ستيريو سراون الفريم من الالمينيوم واضح جدا فريم من الالمينيوم القوي اللي بصراحة شكله جامد جدا وهنا هنلاقي الزرار بتاع الجنب باللون الازرق ده بالنسبة لشكل الظهر في الموبايل والظهر طبعا زاز مطفي باللون الابيض والعلامة هنا دي مش برزة لما تحط يدك عليها العلامة ما فيهاش اي بروز او الحتة دي ما فيهاش اي بروز نبص بقى على شاشة الموبايل حنلاقي حواف شبه مش موجودة انا مقل للرضاء شوية عشان تبين في التصوير بس هنا عندك الحواف شبه مش موجودة مفيش ايج الكاميرا الامامية جاية بشكل صغير اوي بصراحة شكل الموبايل حلو قوي يعني شكله قيم وحلو قوي بصراحة هنا ده السوفتوير الجديد الخاص بشركة فيفو لإصدارات الايكون هتلاقي انك بتقدر تتحكم في شكل الايكونة بالشكل ده مثلا تكبرها او تيجي مثلا تاخد لها شكل تاني عاوز تطولها عاوز تعمل اي حاجة في الايكون بتقدر تتحكم فيها المرة اتنين هتلاقي جوه انك تقدر تتحكم في كل حاجة في الموبايل من السوفتوير سوفتوير سري جدا سلس وسريع الديوال سبيكر عندك مخرج للصوت من تحت والمخرج التاني من صوت السماعة ولكن الاتنين بيخرجوا صوت قد بعض بالزبط واداء الصوت هنا صوتيات طحفة يعني صوت ناقي واضح تطرم جدا وبصراحة الخامات عجباني قوي يعني عجبني قوي من خامة الفريم عامل حركة هنا تاني برضو لو تلاحظ الشاشة طلع عن الفريم مش غدسانة هتلاقي طلع نص ميلي تقريبا مرتفعة عن الفريم الشاشة هنا من نوع اموليد شاشة 1300 نتس يعني انا كده وضحتلك بس اني يبقى شكل الاضاءة باين عالي قد ايه وحجم الشاشة هنا هو 6.62 بكسافة بيكسلات 394 بيكسل في البوصل واحدة الشاشة هنا بتدعم HDR10 بلس وطبعا لو بصينا على الرفريش ريت بتاع الموبايل هنلاقي ان الرفريش ريت هنا فيه 120 هرتز و60 هرتز استجابة الشاشة لللمس وهمية بص بص مجرد ما بتلمس الشاشة الموبايل بيطير الموبايل بصراحة بصوا استجابة بتاعت الموبايل يعني مية صوفتوير خفيف مع مية وعشرين هرتز مع خمات نظيفة من شركة زي ايكو يعني لو رجعنا للتاريخ كده حتلاقي الموبايل ده انا عامله فيديو من ما يقارب سنتين ونفس الشركة الايكو انه هو جهاز من الاجهزة المحترمة جدا اللي لازال لحد دلوقتي شغال داخل في تالت سنة وشغال بنفس كفاية الاداة ده بقى المعدل بتاعه يعني ده الموديل الاحداث ده السيفن ده تقريبا كان ما قبل السري كمان هم نزلوا تلاتة خمسة سبعة اعتبر من تلات سنين تقريبا ولازال الجهاز بيجيله التحديثات القوية لازال الجهاز بيديك اداء محترم وده الجيل المطور بتاعه هنيجي نبص هنا بقى حنلاقي المعالج والكم سناب دراجون تلات تمانيات الرامات هنا 12 جيجا رام كاتب بلاس تلاتة يعني ايه بقى بلاس تلاتة دي الحاجة اللي بدأت بيها فيفو وابتدت شركات تانية كتير قوي بتحاول تعملها ومنها اوبو انه هو ياخد لك جزء من الزاكرة يحولهولك للرامات فالموبايل هنا لما كاتب لي بلاس تلاتة هو بيقصد ان هنا الموبايل 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكرة سأقدر اضيف 3 جيجا رام فيبقى 15 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكرة وده طبعا شي محترم جدا لو انت مش بتستخدم الزاكرة كلها هيكون ده كويس بالنسبة لك وحنلاقي هنا الاندرويد 11 ووجهة فيفو المشهورة جهاز خارج من تقريبا في 11 بستة من هناك يعني بنجيب الحاجة هي الجديدة من الاخر يعني كمان هنا عندهم عشان الموبايل ده مخصص الاداء والالعاب عندهم حاجة اسمها جيم مود بتختارها لما تيجي تلعب وعايز اقولك ان الموبايل ده في الالعاب طلقة طبعا بفضل المعالج الكوالكم 38 مع الصوفتوير الناعم مع انك تقدر تزود الرماد تحت الموبايل وطريقة المسكة بتاعت الموبايل تحفى فعلا مخرج الصوت مش هيبقى عندك فيه مشكلة برضو لو بتلعب جيمز او بتفرج على فيديو لان عندك مخرج الصوت من فوق لو انت ماسك الموبايل بالشكل ده والمخرج التاني من السماعات فحيبقى الاداء معاك يعني مش هدايقك خالص لو بتلعب جيمز او غاوي فيديوز الموبايل ده حيبقى عالمي معاك نيجي بقى للكاميرا هنا الموبايل فيه 3 كاميرات كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل والكاميرا التانية 13 ميجا بيكسل والكاميرا الاخيرة 13 ميجا بيكسل برضو الموبايل بيصار 4K وفيه Electronic Image Stabilization خلينا نقول حاجة ان الكاميرا هنا الاساسية 48 ميجا بيكسل فتحة العدسة فيها 1.8 فالكاميرا الخلفية هنا تحفة الكاميرا الامامية هي 16 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.0 صور السيلفي ما عجبتنيش قوي خلينا ناخد تجربة قدامكم اهو دي صورة بكاميرا السيلفي لو بصيت هتلاقي تفاصيل او بس يعني التفاصيل تايها شوية حلوة مع الاضاءة طبعا تاعت الستوديو ولكن لما جربت الاضاءة برا ما كانتش افضل حاجة يعني ما كانتش ان الكاميرا الامامية القوية لكن بصراحة اللي هتحس فيها فرق جامد هي الكاميرا الخلفية خليني اصور حاجة فيها تفاصيل او كتابة كده ونشوف الدنيا ايه لو بصيت بقى هنا ده اللي بقول عليه بصوا التفاصيل واضحة وضوح الشمس بالاضافة لان مثلا لو جيت هاخد صورة بيه الكاميرا الخلفية ليه انا دي صورة بيه الكاميرا الخلفية للموبايل هتلاقي التفاصيل اختلفت خالص وكل حاجة واضحة والدنيا واضحة بتفاصيلها الفقلية خلاصة الموضوع ان تجربة الكاميرا هنا الكاميرا الخلفية ممتازة او فو الممتازة اما كاميرا السيلفي مش احسن حاجة ننجي بقى النقطة قوية جدا برضو عن الكاميرا وهنا بيديك المود بتاع الكاميرات لما بتيجي تختار اللنس لو انت دوست هنا بيفتح لك الكاميرا مباشرة ده مود موجود في الفيفو او بتدوس اللنس بيقول لك عاوزها سوبر وايد ولا عاوزها سوبر ماكرو ولا بورتري ولا نايت بيختار لك الحاجة اللي انت عاوز تصور عليها مباشرة هنا حاجة تانية برضو خليني اقول لك البصمة هنا طبعا بصمة under screen fingerprint واكيد الاداة فيها اداة مجموعة بي بي كي كل محترم ننجي للنقطة الاقوى وهي البطارية اللي 4000 ميلي امبير مع شاحن 120 واط الشاحن المية 20 واط ده مع التجربة اللي جربتها ان انا اشحب بيه الموبايل يشحن البطارية اللي 4000 تقريبا في حوالي 18 دقيقة انت بتقعد 4000 ميلي امبير بتستهلكهم تقريبا في حوالي 5 او 6 ساعات screen on time وبييجي ده يشحن هالك فيه تقريبا 18 دقيقة فانت شبه بطاريتك شغالة معاك على طول اقول لك على حاجة تانية هنا كمان من الحاجات اللي لاحظتها ان الموبايل ده ما بيسخنش رغم انه بمعالج 38 نسبة السخونة فيه ضعيفة جدا حاجة برضو اللي لاحظتها ان الاداء هنا بتاع البطارية مش ضعيف ولا بتخلص بسهولة خالص البطارية بتقعد وبتقعد يمكن بتعدي 6 ساعات ونص وده مع المية 20 هرتز مع الاستعمال القوي للموبايل لا يعني يعتبر عمر انا فعليا ما جربتش الموبايل اكتر من 3 اربعة ايام بس حبيت ان احنا نفتح الصندوق مع بعض ناكو تزهوت الموضوع كده مع بعض زي ما بحب اعمل معاكو دايما سعر الموبايل ده 4200 يوان 4200 يوان صيني يعني تقريبا للنسخة البي ام اللي هي اعلى نسخة يعمل حوالي تقريبا 11000 جنيه والنسخة الاقل ممكن سعرها هيوصل ل 9.5 او 9000 جنيه كمان سعر النسخة القليلة بنتكلم تقريبا في 620 دولار واعلى نسخة بنتكلم في 680-670 دولار وده رقم قوي جدا بالنسبة لامكانيات موبايل زي ده فعلا الموبايل ده موبايل يستحق الاقتناء موبايل حتتبسط بيه جدا موبايل اداءه قوي وتقدر تحطه عندي في سلسلة الاجهزة اللي ما تمش مراجعتها كتير في الوطن العربي ان شاء الله قريب اعملكوا سلسلة للتجربة الطويلة للموبايلات دي عايز اعرف رأيكو لو عاوز موبايل معين اجيبه واعمل عليه مراجعة سبهولي في الكومنتات عايز اعرف رأيكو في الفيديوهات دي وحبين فكرة ان احنا نشتغل بالكاميرتين ولا حبين احنا نعمل بيرول ويبقى الموضوع شغل بعد فترة استخدام قولولي لقيوكو في الموضوع ده ضروري باشكرك يا رب ما كنش طولت عليكو ما تنسوش بقى اللايك زي ما اتفقنا كلام رجالة والشير والسبسكرايب واشكو في فيديوهات جاية ان شاء الله سلام